موسيقى أهلا بكم إلى نشرة الأخبار موسيقى انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بمختلف جهات الجمهورية انقطاع أحدث إرباكا لدى الشارع التونسي وهو ما دفع وزارة الصناعة والمناجم للزار بلاغا قالت فيها أنه قد تم إرجاع كامل المنظومة الكهربائية إلى سارف نشاطها بكافة المرافق العمومية بالنسبة 99% في مختلف جهات الجمهورية من جهتها أكدت شركة تونسية الكهربائي والغاز تحول كل الفرق الفنية المختصة تابعة لها على عين المكان للقيام بعملية التفقد وإرجاع الطيار الكهربائي وأكدت أن الانقطاع الشامل للكهرباء الذي طرأ من الساعة الوحدة صباحا إلى الخميسة فجرا هو نتيجة عطب فني ولا وجود لأي انفجارات لا على مستوى المنظومة الكهربائية ولا على مستوى الأقاليم التابعة للشركة هو انقطاع عام للكهرباء الكامل معنا الشبكة الوطنية تقريبا بعد مضي ساعة وشوية معناها وقعها من حيث الأسباب الأسباب فنية بحتة هذي نأكدوه لكن مازلنا ما نعرفوش التفاصيل وباقي بطبيعة الفرق متعنا تبحثوا لكن باش نتوصلوا باش نعرفوا شنو الصورة بالضبط وهكاك النجم ومفيدوكم بأكثر تفاصيل في الاتجاه ذا لا سببا مباشر للانفجارات والانفجارات هذه اللي وقع تداولها معناها في مختلف المواقع الاجتماعية دونك العملية رهي فنية بحتة مع الخمسة تمكننا من إرجاع المنظومة معناها إعادة البناء للمنظومة الكهربائية بعد الانهيار متاحها وهي الآن معناها تشتغل بكامل معناها وظيفتها وتأدي العمل المتاحة الموكون لها نشكر كل خيان المواطنين الحرفان بتاعنا على صبرهم على تفاهمهم من غير ما ننسى زادها هكالناس اللي جندة المستاج اللي خرجوا وخدموا وخدمتهم بينسور ما عندهم شمزية يتي هذا في وقتا أصدرت فيه وزارة الداخلية هي الأخرى بلاغا على إثر انقطاع التيار الكهربائي على معظم مناطق الجمهورية وشددت الوزارة على أن الوضع الأمني مستقر حيث واصلت وحدتها الأمنية الحفاظ على الأمن العام والسهرة على حماية المواطنين والممتلكات العمومية قائلة أن وزيرة الداخلية كمالفق تحول إلى المجمع الكهربائي بيرادس بعد الانقطاع المفاجئ للوقوف على أسباب هذا العطبة وتسبب انقطاع الكهرباء في تأخير أولى سفرات الشبكات الحديدية المبرمجة على الخطوط الحديدية حيث أصدرت شركة نقل تونس بلاغا أكدت فيها أنه قد تم تأمين السفرات الأولى لكن التأخير كان نتيجة تدخلات فنية ضرورية على مستوى جميع المحطات الكهربائية الفرعية التابعة للشركة والبالغ عددها 23 محطة حيث يتم التفقد من الأجهزة للتأكد من مدى تزويدها بالتيار الكهربائي كما أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه تم تجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشراب بعدد من مناطق الجمهورية وذلك نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي وأوضحت الشركة أن انقطاع التيار أدى إلى توقف جميع المنشآت المائية التابعة للشركة وتم استأنف التزويد بالماء الصالح للشراب بصفة طبيعية تدريجية بعد عودة التيار الكهربائي وإعادة تشغيل كل المنشآت المائية في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية وإثر تنظيم حملات أمنية هادفة شاركت فيها مختلف الوحدات التابعة للأمن الوطني والحرص الوطني تمكنت خلال أيام الخامس عشر السادس عشر السابع عشر والثامن عشر من سبتمبر الجاري وحدات أقاليم الحرص البحري من أحباط مئة وسبعة عشر عملية إجتياز للحدود البحرية خلصة ونجدت وإنقاذ أكثر من ألفين مجتازا من جنسيات إفريقا جنوب الصحراء وتونسيين وإلقاء القبض على 62 شخصنا من منظمين ووسطا واثنى عشر شخصنا مفتش عنهم في قضايا مختلفة كما تمكنت وحدات إقليم الحرص البحري بالوسط في مناطق سفيقس قرقنا والمهدية من أحباط 74 عملية إجتياز للحدود البحرية خلصة ونجدت وإنقاذ أكثر من ألفين مجتازا من جنسيات إفريقا جنوب الصحراء وتونسيين كما تم ضبط عشرة أشخاص بين منظمين ووسطا وأربعة أشخاص مفتش عنهم في قضايا مختلفة هذا وتم إتلاف 30 مركب بحري وحجز 21 آخرين بالإضافة إلى 52 مركب بحري وعشر سيارات وخمسة عشر دراجة نارية وخمسة عشر زورق مطاتي ومبالغ مالية هامة من العملة التونسية والأجنبية وفي سياق متصل تمكنت مختلف أقليم الحرص الوطني من أحباط 23 عملية إجتياز للحدود البرية خلصة وإلقاء القبض على 94 شخصا من بينهم تونسي والبقية من جنسيات أجنبية مختلفة كما تم ضبط 20 شخصا من منظمين ووسطا وشخصين مفتش عنهم في قضايا حق عام هذا وتم حجز 12 سيارة ومبالغ مالية هامة من عملات مختلفة ودراجات نارية يقع استعمالها في التنقلات أعلن نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدول الإيطالي أنتونيو طاياني اليوم أنه يعتزم الصفر إلى تونس لتوقيع اتفاقية حول الهجرة حسب ما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء وقال طاياني في تصريحات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه لابد من حل مشكلة رحيل المهاجرين من إفريقيا عند المنبع والمطالبة بجلب المتاجرين بالبشر إلى أوروبا ليس هو الطريق الصحيح وأوضح طاياني أن إيطاليا ترغب في تشجيع الهجرة النظامية التي تعود بالنفع على جبهات مختلفة مثل التوظيف مذيفا أنه سيتوجه إلى تونس للتوقيع على اتفاق يهدف إلى زيادة الهجرة المنتظمة للمواطنين التونسيين في إيطاليا وأشار الطاياني إلى أن إيطاليا مستعدة لزيادة عدد المواطنين التونسيين الذين يمكنهم القدوم للعمل في إيطاليا بمقدار أربعة ألاف